مصفات الزور التي تم تتشينها اليوم بشكل كامل تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تعتبر أكبر منشأة تكرير في العالم يتم بناؤها على مرحلة واحدة حيث احتلت المرتبة السابع عالميا ضمن قائمة أكبر عشر مصافي نفطية في العالم التفاصيل في التقرير التالي تعد مصفات الزور هذا الشريان الحيوي الذي يضاف إلى المصافي المنتجة لأنواع الوقود في دولة الكويت من ضمن أكبر عشر مصافي تكرير في العالم وثاني أكبر مصفات نفطية في الشرق الأوسط أهمية مصفات الزور لها أهمية استراتيجية محلية ودولية الهمية المحلية هو تزويد محطات الطاقة الكهربائية بإمدادات ثابتة ومؤمونة من زيت الوقود مرخفض الكبريت وتزويد الأسواق العالمية بمنتجات بترولية عالية الجودة حيث تمثل مصفات الزور أهم أحد مزودين الطاقة للسوق العالمي من المنتجات البترولية عالية الجودة منذ بدء التشغيل التجاري الكامل لمصفات الزور وبتعاون وثيق مع قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية تم تصدير منتجات مصفات الزور إلى أكثر من ثلاثين دولة حول العالم وكان المستهدف في الأسواق الآسيوية والأسواق الأوروبية والوصول إلى الأمريكيتين بالإضافة إلى وصول إلى السوق الأفريقي وتم تزويدهم بمنتجات ضخمة من ديزل منخفض الكبريت وكذلك وقود الطائرات وكذلك السلفر الصلب هذا الإنجاز التاريخي لدولة الكويت والإستراتيجي للشركة الكويتية للصناعة البترولية المتكاملة كيبك يحتوي على أكبر مجمع لوحدة إزالة الكبريت من الزيت المخلف في العالم بحيث صممت المصفات لتنتج مشتقات نفطية صديقة للبيئة الطاقة الإنتاجية لمصفات الزور تبلغ 615 ألف برميل في حالة تكرير النفط الكويتي الخفيف وتبلغ 535 ألف برميل في حالة تكرير النفط الكويتي الثقيل تم تصميم مصفات الزور لتكرير عدة أنواع من النفط الكويتي من النفط الكويتي الخفيف والنفط الكويتي المتوسط والنفط الكويتي الثقيل ويبلغ إنتاجها اليومي من زيت الوقود من خفض الكبريت إلى محطات الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تبلغ 225 ألف برميل في اليوم ويبلغ معدل إنتاج المنتجات البترولية إلى الأسواق العالمية 340 ألف برميل في اليوم لمصفات الزور أهداف استراتيجية عدة منها تكرير النفط الخام الثقيل بهدف زيادة العوائد الاقتصادية وإنتاج المواد البترولية عالية الجودة وإمداد العديد من الدول بالمنتجات البترولية ما يعزز قدرة دولة الكويت التنافسية في الأسواق العالمية جيهان حبيب تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر